السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في ناس كتير سألت عن موضوع خلطات التوابل او البهارات اللي بنشتريها لاما من عند العطار او دلوقتي في بعض الشركات بقت تعملها وكل خلطة من التوابل ديت بتكون لها اكلة معينة خلطة التوابل الكبسة الرز البسمتي اللحمة الفراخ الكفتة وناس كتير جدا بتلاحز ان الخلطات ديت او النوعية دي من الخلطات بتخلي طعم الاكل حلو بزيادة فالناس بتسأل هل العطارين او بعض الشركات بتضيف على خلطات التوابل والبهارات ديت مواد معينة بتخلي الاكل حلو لان احنا مهما عملنا الخلطات دي في البيت ما بتديش نفس الطعم للأكل فايه السر ورا الموضوع دوت النهاردة هنتكلم بسرعة كده عن موضوع خلطات التوابل والبهارات بس قبل ما نبدأ حلقتنا مش محتاجة اذكر حضراتكو ان المحتوى الهادف بيموت بالمتابعة الصمتة تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس باختصار كده السر ورا خلطات التوابل اللي احنا بنشتريها سواء من عند العطار او بعض الشركات بتعملها هي مادة الملح الصيني او المونو سوديوم جلوتاميت او جلوتامات احادي السوديوم المادة دي بتعتبر معززة للنكهة وهي عبارة عن ملح الحمضة اميني الجسم بيعمله في بعض الاكلات الطبيعية ازاي الطماطم وزاي كتير من انواع الاجبان بتوجد فيها المادة دي يعني المادة دي تعتبر مادة مشتقة من النبات بس تم دلوقتي انتاجها صناعيا يعني تعتبر ملح لحمضة اميني موجود طبيعيا في الجسم طب المادة دي بتعمل ايه في الاكل هي مادة بنسميها معززة للنكهة في ناس مفكرة ان الملح الصيني ده عبارة عن مادة حفظة ولكن هو مادة معززة للنكهة من اسمها كده يعني بتزود احساسنا بطعم الاكل لما بنحطها على الاكل والاكل يكون فيه توابل عادية زي الكمون والفلفل والكاري والحاجات دي بالاضافة لطعم الاكل العادي سواء سمك او مثلا لحمة او فراخ بتخلي طعم الاكل لما بنستطعمه كده على السنة ويوصل للمخ المخ بيحسه عشر اضعاف للطعم الطبيعي او التوابل العادية اللي احنا بنحطها وده السر اللي بيخلي طعم التوابل دي على الاكل بتبقى حلوة بزيادة طب المادة دي بتتحطي على خلطات التوابل الجهزة بس لا المادة دي بتتحطي على الشعرية سريعة التحذير بانواعها زي الاندومي وغيرها بتتحطي كمان على مصنعات اللحوم بانواعها زي اللانشون او المورتدلة بتتحطي كمان على كل الاكل الصيني اللي احنا بناكله في المطاعم الصينية اساسا كل الدول جنوب شرق اسيا بتستخدم المادة دي وبتستعيد عنها عن الملح العادي يعني ما بتحطش على الاكل الملح ولكن بيحطوا المونوسوديوم جولتاميتا على الاكل كمان برضو كل منتجات الشيبسي بالطعوم المختلف الدوريتوس الشيتوس الحاجات دي كلها بيتحطى عليها المادة داية عشان تخلي الاقبال على طعم الاكل يزيد طيب باختصار كده المادة دي فيها مشكلة من ناحية صحية المادة دي من ناحية القوانين واللوايح بتاعت سلامة الغذاء على مستوى العالم مفيش اي دولة في العالم حضرت اضافة المادة دي على الاكل كل الهيئات بتاعت سلامة الغذاء في العالم ما عندهاش مشكلة في المادة دي طالما اضافت بالحدود المسموح بيها واكلمنا عن الحدود المسموح بيها من الملح الصيني هنسيبلكو رابط الحلقة في اول تعليق ولكن عشان المعلومة تبقى كاملة عند حضراتكو عند بعض الناس ودي اللي بنسميها متلازمة الاكل الصيني في بعض الناس بيجيلها حكة هرش دوخة قئ بعد تناول اكل في كمية من الملح الصيني. ودي بتبقى عند بعض الناس مش كل الناس. الحاجة التانية ان هي مادة فيها الصوديوم. واي مادة بنحطها على الاكل فيها عنصر الصوديوم بتعتبر مادة بترفع ضغط الدم. عشان كده الناس اللي عندهم ضغط المادة دي بتعمل لهم مشكلة لان هي بترفع ضغط دمهم. الحاجة التالتة ان هي بتخلينا ناكل بعض الاكلات غير الصحية بكميات كبيرة لان هي بتزود الشهية بتخلينا ناكل كتير لان طعم الاكل بيبقى كويس فبناكل حاجات ممكن تكون مش صحية قوي فبناكل منها كتير. والمالح الصيني على فكرة بيتم دلوقتي تداوله لوحده يعني بيتباع لوحده في بعض الستات البيوت دلوقتي بيتجيبه وورخصه في التمن بتحطه على الاكل بكميات صغيرة عشان تبقى بتعمل الاكل بطعم الاكل الجاهز عشان اولادها ممكن يكلوا الاكل ده وده الاستخدام الجيد للمالح الصيني ان احنا ممكن نحطه باضافات صغيرة جدا على الاكل عشان يفتح شهية الاطفال خصوصا الناس اللي عندها اطفال ما عندهم ش شهية للاكل يقول لك انا اولادي ما بيكلوش اولادي مش مقبلين على الاكل فممكن المالح الصيني ده يخلي طعم الاكل زي الجاهز والعيال تقبل على الاكل شوية ويكلوا وده ينفعهم من ناحية الغزائية. طيب احنا سمعنا في اكتر من فيديو لاكتر من دكتور او اكتر من حد بيقول ان المالح الصيني ده مضر وبيعمل مشاكل وممكن كمان في ناس قالت ان هو مصرطن. بصوا جماعة الكلام ده قلنا قبل كده وبنعيد ونكرر فيه لان دي مشكلة المشاكل على السوشيال ميديا. القاعدة بتقول لو لا الدليل لقال من شاء ما شاء. اي حد يقدر يطلق على اي مادة ان هي مضرة او مصرطنة طالما ما فيش دليل. الدليل العلمي هو المعيار اللي بنحكم بي ان الكلام دوت صح او الكلام ده غلط. لو حضرتك لقيت اي كلام ايا كان اللي بيقوله مين. ولم يكن الكلام ده مش فوق بالادلة العلمية او رأي جهات علمية معتبرة هيبقى الكلام دوت اكنك مسمعتوش عشان انت متهش. كل اللي احنا بنقوله هنا في القناة كلام له دليل علمي وهنسيب لكو في الوصف كمان وفي اول تعليق كل رأي الجهات العلمية في الملح الصيني بمشكلاته اللي احنا قلناها المثبتة علميا والاستخدامه يعتبر امن ببرضو بادلته العلمية عشان نوصل الناس حاجة احنا هنا مش بنتكلم بقى عن ملح الصيني بس احنا بنتكلم عن منهج. يعني ايه منهج? يعني المفروض ان احنا نصدق الكلام اللي عليه دليل. بسيطة جدا هو عشان ما انتهش. انا بقول كده عشان مصلحتكو والله. لان احنا لو صدقنا اي حد. دلوقتي سوشال ميديا وكلامنا في الموضوع قبل كده. السوشال معالهوش دليل. مفيش رأي جاه علمية بتدعمه. يبقى مجرد كلام المفروض انت ما تصدقوش. ودي حتى المنهجية الصحيحة في التفكير العلمي. التفكير العلمي ان احنا نصدق الحاجة اللي عليها دليل بس. يا رب اكون اقدر تفيد حضراتكم النهاردة بمعلومة. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.